مع أبو عبدالله أنت رجل محبوب هذا ناصر ترى بار والدين لأنه يعرف أباه وعرفه وبار والدين دكتور عائد القنية مهند الصوت يقوموا عليها حقوق أخذوا راحتكم وهي من حساب الدكتور في اليوتيوب أخذوا تقومون ويشهدون الإخوة ترى يشهدون بدون ما حضروا طيب يا أحمد شبا ستعيك رواتسام الرقم الثاني طيب دكتور عائد أولا نقول هذا عقيدة وربي اللي بيحاسب اليوم القيامة والله ما قصدنا مجاملة ولا كذب وأن هذه عقيدتنا نبايعناهم على كتاب الله وسنة رسول الله وسلم الحمد لله اللي جمعنا بالملك عبداليس اللهم ارحمه رحمة واسحة أسأل الله نجعل فردوس مثواه نحن نعيش بفضل الله ثم فيه بفضله وجمعه لصفنا الأمن والسلام والدين والخير والنعمة وذهب السلم والنهب والقتل لبيننا والعنصرية الجاهلية وحدنا كأننا قارة مثل أوروبا الغربية حول مئة قبيلة جعلنا قبيلة واحدة واسرة واحدة فرحمه الله وبي الله وجهه وجو ملكا بعد ملك رحمه الله جميعا ملكنا سلمان أنا أعرفه من ثلاثين سنة أو أكثر قد جلست معي جلسة عامة وخاصة ثلاثين مرة إما في مجلس خاص أو في الإمارة وقد شرفني بالاتصال يمكن عشرات المرات مرة يوجهني ومرة يلاحظ على كتاب ومرة على مقال ومرة يرشدني ومرة يشجع وسموه ولي العهد يلسمعه حولي ممكن أسبع مرات ورأيت الهمة والمبادرة هو زعيم عالمي زعيم استثنائي نقول كلمة حق وتشمعت العالم قاله في الداخل والخارج وبشركم الحمد لله أن نعيش الآن عصر الذهبي نهضة وتطور في كل الميادين العسكرية والصحية والسياسية والاقتصادية والفكرية والسياحية وحق والي الأمر أن ندعو له يقول الفضيل لو علم من اللي دعوه مستجب واجعلته للأمر والله لو لم يجمعنا الله سبحانه وتعالى هذه القيادة لكنا شذر مذر كنا جبهات وتقاتلنا وسلنا مثل البلدان تعرف المجاورة اللي تحطم اقتصادهم وذهب أمنهم وسفكت دماؤهم وهتكت عراضهم وتهدمت بيوتهم ولا تعليم ولا زراعة ولا صحة وتشرجوا لما ذهبت قيادتهم وذهب كيانهم فالله جمع شملنا بهذا الكيادة والحمد لله وحد صفوفنا وتبت الأمن عندنا يذهب الذهم مننا لو من تبوك أو من الجوف إلى جيزان مع معه ولو عصى معك في السيارة معك الأمن ومعك الشرطة ومعك الجيش ومعك أمن الله فوق ذلك أنا أقول دائم فوقك طيارة تحميك والمستشفى هنا والمدرسة هنا والمستوصف هنا والسوق هنا والطبيب ينتظرك والأمن متوفر والحمد لله والمعلم والمربي والمدرس وكل يأخذ دوره في هذا والآن أصبحت الأمور بجدارتك ما في واسطة الآن ولا في محسوبيات والحمد لله يكشف الفساد يوميا بقيادة قامع الفساد محمد العزم وفقه الله وسدد الذي أعلن حرب على الفساد ما في مواربة وكل يوم يكتشفون المفسدين ويعلنهم على الملأ فلله الحمد سوالله نوفقهم والعقيدة الإسلامية أن نطيعهم في طاعة الله ومن اعتقد غير ذلك فالله يحاسبه والله يجازيه إن كان منافق في كلامه وإن كان له نية أخرى والله أقول أول مرة أقول في بداية والله ما بايعته سراً ولا علناً غير هذه القيادة الله أقول أول مرة في بداية والله ما بايعته شخصاً غير هؤلين الملوك ملوك نائر السعود الذين بيعناهم على الكتاب والسنة ألقى بها الله سبحانه لأن من مات وليس في عنقه بيعه بيت كارس الله مات ميتة جاهلية حديد صحيح صار جاهلي والعياذ بالله ولذلك ألزم السمع والطع ولا ننازع الأمر أهله كما في الصحر البخاري ومسلم لا ننازع الأمر أهله واسمعوا واطيعوا وقلوا سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهذا واجب ننصحهم ونطيعهم وندعو لهم ونؤلف القروب عليهم ونجمع الشمل ليبقى أمننا وسلامنا هذا القصيدة يا شباب كنترول هذه القصيدة في اسم ولي العهد اسم قائد التغيير يا سمي المصطفى عشت يا خير الرجال جاك موفور التحايا من الشعب العظيم من ضمن الأبيات اللي ما تنجم من البيض مثلك اللي نظال جعلها ترطي من أول لياليها عظيم اللي ما تنجم من البيض مثلك المرات جعلها ترطي من أول لياليها عقيم إلى آخرها بتسمعون الآن البيات بصوت المنشد الرائع فهد فهد القني ترى محظوظ هو اللي ينشد لبيك السلمان اللي دعاني الملك بسببها جزا الله خير وشكرنا ودعاني اسم ولي العهد يسمعونها والشعب السعودي جارها تسعين شعر من الشعر الوطني طيب أنا ودي حتى تجهز القصيدة بقى دقيقة دقيقتين الشباب الموجودين يريد مشاركة منكم قصيدة وطنية من عنده بيتين ثلاثة بيات حتى يكون الحديث منوع من جاهز منكم بيتين عن الوطن عن ملك سلمان عن ولي عهده أعتقد كل واحد فيكم شاعر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة